اكد معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية ان المملكة وفي ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم تضع ضمن اولويات العلاقات الدبلوماسية الخارجية تعزيز التعاون مع دول المجموعة الاسيوية وفتح افاق الرحبة من التعاون في مختلف المسارات جاء ذلك خلال كلمة معالي مجلس النواب في الجلسة العامة الرابعة عشرة للجمعية البرلمانية الاسيوية والمنعقدة بجمهورية اذربيجان والتي القاها بالنيابة عن معالي سعادة النائب احمد صباح السلوم نائب رئيس الوفد البرلمانية البحرينية وتم تأكيد خلال الكلمة على اهمية تعزيز التعاون الاقليمي من اجل التنمية المستدامة في اسيا توطيد العلاقات بين الدول الاعضاء كما تم التشديد على ضرورة وقف اطلاق النار في غزة وتوفير المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق والاشارة الى موقف مملكة البحرين الثابت في دعم القضية الفلسطينية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة